فيما يخص الاستفتاء أيضا وعلى الصعيد العربي أصدر المجلس الوزاري في جامعة الدول العربية قرارا بالإجماع يرفض استفتاء إقليم كردستان ويدعم وحدة العراق المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال قال في بيان إن إصدار القرار جاء استجابة لطلب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري مبينا أن القرار استند على عدم قانونية الاستفتاء وتعارضه مع الدستور العراقية وأضاف جمال أن المجلس الوزاري في جامعة الدول العربية شدد على وحدة العراق وأن أي تهديد يمس هذه الوحدة فهو خطر على أمن المنطقة